اشتركوا في القناة تتسلل مياه الأمطار إلى تلك الخيام المكتذة بالنازحين فتغرق أغطية الفراش إن وجدت وتتحول الأرضية إلى طين لتضعف من معاناتهم المستمرة منذ أكثر من 113 يوماً من حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال يعاني الأهالي في قطاع غزة من كل أشكال الإبادة الجماعية بداية من هول القنابل والدمار وإجبارهم على النزوح تحت النار علاوة على حصار يمنع دخول الدواء والماء والغذاء في ظل عالم ظالم لم يتحرك فعلياً لوقف تلك الجريمة